وفي أسواق المعادن النفيسة تراجع الذهب وسط قفزة في التكاليف بدتت جذبيته كأداة تحوط من التطخم ليصل إلى 1824 دولار للأوقية أما على الصعيد المحلي سجل عيار 18 نحو 696 جنيها في حين لمس عيار 21 سعر وصل اليوم إلى 812 جنيها وأيضا سجل عيار 24 سعر وصل إلى 928 جنيها وأخيرا الجنيها الذهب وصل سعر اليوم إلى 6496 جنيها من أسواق المعادن إلى أسواق البترول العالمية حيث ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات بعد أن أدى تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية إلى زيادة المخوف من قلة إمدادات النفط الخام العالمية وارتفعت الأقود الأجلة لخام برينت بنسبة 33% ووصل السعر اليوم إلى 94 دولار و44 سنة للبرميل في حين أيضا ارتفعت الأقود الخام للخام الوسيط الأمريكي بنسبة 63% ووصل السعر اليوم إلى 93 دولار و10 سنة للبرميل ترجمة نانسي قنقر